سيد الوزير سهونك على الفلاحة المتوسطة والصغيرة ولكن ما جاوبتي ناج مئة يوم مرت والكيان السهيوني يقوم بمجازر في أرض خزة جاء الوقت باش نقولوا باركة التطبيع الاقتصادي والفلاحي باش نقولوا باركة الاستنزاف الفرشة المائية ديال هاد البلاد راوصنظة الفرشة المائية الثالثة سيد الوزير تأخرتوا في تفعيل برنامج الوطني الأولي اللي وردتوا على هادوك اللي مداروا والو جبتونا الجيل الأخضر وهو فقط استمرار ريال المغرب الأخضر واستمرار ريال الاستنزاف الفرشة المائية والداليل هو ومئة عشر مليار اللي مشات في اتفاقية توقعت في الكناس مع الهيئات ومع الفيدراليات وجاءت متناقضة مع آخر تصريح الوزير الجهيز اللي كان قنا بالحرف أن المساحات المسقية فاتت بكثير من القدرات المائية المستقبلية هاتش اللي وضعنا في الوضعية اللي احنا فيها وهاهو الكلام ديال الوزير الجفاف بنياوي نعم ولكن جلالة الملكة عطت وجهة لا أطار لها بدتوا بالترقاع والبرامج الاستعجالية قلنا معلش الحكومة رهابادية حكومة بطبيعة الحلمانت وبركهم قدر في الحرفانت ورئيس الحكومة ولكن رحنا وعلى مشاري في شهر رمضان لا أسعار رزلات ولا تدخم تقلص والمواطن واكل العصاء الخضراء غالية الزيس غالي اللحم غالي جوج مليون في اللح صغار قلتوا أنكم قلتوا فيهم برامج انتخابية ديالكم وللعراق ناموداج ولي تتحن فيها الفلح 판طاف الصميرة اللي كلوها مشربط السكران سيدة النائبة المحترم استغلت في هذه القاعة لما نسمع هذه ال اسمع هذا الكلام ما فهمنا شيئا بعدها كنا نعمنه كنجفف ونعمنه احنا عملنا مشكل في الحكومة السابقة عملنا مشكل اليوم جو هدل الناس فكل مشكل لولا التصفية ديال الشوكة عيت بها المللي مجموك نتران دار بيضا دابة الحن من الملل وحل عدد المناطق كنا نكون اليوم في مشكلة أكبر وذلك بالمجهودة ده الحكومة والفطنة دياله الآن كنشوف سيد وزير فلحة أو في شرادا أو في الناظر أو في السوس أو في كده يتاصل مع الناس واليوم العمر بخير اليوم الصباح توماتيش لتس جوز خمسة درهم تطلت تس جوز خمسة درهم ومجيش يوم مجيش يا عدو بالله ده بس خبنا العرض هذا كلم مردود عن صحابي قصد عمنا نقول لحنا في شناء كانت عمنا الحكومة كانت الحكومة في الأعكاد الوزارة في الأحسابيقان من حصرها مئة أو خمسة وعشرين برلماني بحطرناها ممنوع درعينا الوصولة ترجمة عجارة الواقع واليومي نجو بقى ونعاكم على هذه الحكومة سيد وزير على طريق الصحيح ونحلو معك وشكرا